يبقى أول وأهم وأقوى الدروس اللي عايزة أقولها لحضراتكم بقى كزوج وزوجة كأب وأم أن تتحلوا بالصبر المطلق في تعليم طفلكم أو طفلتكم هذه المهارة أنا إذا يعني إذا ما قلناش في الحلقة إلا هذه الجملة والله هكون عندي حالة من راحة الضمير لأن يكفي بقى أنتم ممكن تقولوا إيه أي وطاق أي بقى اللي بعد كده مش بعد كده صبر الصبر المطلق الصبر الذي لا حدودة لا مش أما كل سوم كانت بتقول للصبر حدود لا هنا بقى مفيش حدود للصبر بجد لأن طول ما انتم موسعين الهامش بتاع الصبر والتحمل كل ما هتحصلوا على نتائج رائعة وللأسف العكس صحيح كل ما كنتم اتصربعين كل ما كنتم اتلهوجين كل ما كان خلقكو ديق سواء على الطفل أو طبعا أساسا على الطفل أو على بعض أو على الفكرة بشكل عام مش هتحصلوا على نتائج هتدخلوا في دايرة في حلقة مفرغة تحلوا بالصبر المطلق شوفوا أنا بقولها هو كم مرة وهتلاقوني بكررها في الحلقة الصبر الذي لا حدودة له ابنكم أو بنتكم هو كمان واقع عليه ضغط كبير جدا جدا احنا بنعلم مخه تعليمات جديدة هو بقاله من ساعة ما تولد لغاية ما تمهو سنتين وغالبا التعلم بيبدأ بعد سن سنتين مش بيبدأ قبل كده زي ما يعني فيه أخطاء بتحصل والناس بتبتدي بدري بقاله سنتين هذا الطفل بيدي أوامر للمخ إن عمليات الإخراج سواء في التباول أو التبارس بتحصل في الحفاظة بتحصل بلا قيود بتحصل في أي وقت بتحصل في أي مكان وهو متشال وهو نايم وهو بيلعب وهو بيتقلب وهو بره معاكه في خروجه فجأة كده احنا عملين ننبه مخه ها إنه هذا الأمر ما بقاش يحصل بشكل كده عشوائي لكن هيحصل بشكل منظم وهيحصل في مكان محدد وهيحصل بعلامات محددة خلاص كده ده عبء كبير قوي على الطفل ده عبء كبير قوي على الطفل عبء جسدي وعبء نفسي وعبء عقلي والأطفال ربنا سبحانه وتعالى واضع فيهم الفطرة إن هم يتقبلوا هذا العب ويتحملوه ويتغلبوا على هذا الأمر ويتعلموا المهارة دي بس بمساعدتنا بمساعدتنا مش بضغط عليهم مش باخناقات معاهم مش بزعيق ليهم فاهمين قصدي؟ العمر المناسب لبدء تعليم الطفل مهارة التحكم الإرادية في التبول والتبرز هو بعد سن السنتين لازم يكون الطفل عدى السنتين خلاص فيه أوقات بيكون الطفل عدى سنتين ويكون الوقت بقى خلاص شتا صح كده؟ ما فيش تعاليم في الشتا كويس التعاليم ما بينجحش في الشتا التعاليم بيبدأ في الأجواء المعتدلة والأجواء الحارة التعاليم في الشتا بيبقى صعب جدا فعشان كده ما نحكمش بقى دماغنا ولا نحكم رأينا زي ما بيقولوا وانه الطفل تم سنتين يلا لا ما احنا برضو مرتبطين بعوامل خارجية وطاقس وعوامل مناخ لأنه في الأجواء الباردة التبول أصلا بيزيد بيبقى كتير جدا فبيبقى صعب خلاص لازم بعد ما الطفل يتم سنتين سنتين وشهر سنتين وشهرين سنتين ونص سنتين وثمان تشهر سنتين وسبعة تشهر سنتين ومش مشكلة مو من يكون عدة سنتين